بلان هسيبك تستكمل لكن هنروح لأرض الملعب ولقاءات بعد لقاء القمة لأهل والزمالك لقاءات مع زميلنا شريف شعبان تفضل يا شريف تحيتي لك كابتان أسامة ولو ديوفك ولكل مشاهدي قاط نادي الأهل في كل مكان بعد فوز النادي الأهل على الغريم التقريب طبعا الزمالك بدأ فينا مخابل هدف مليوم مبروك لحضرتك مليوم مبروك لديوفك ولكل مشاهدي قاط نادي الأهل في كل مكان معين صخر دفاع النادي الأهل منعم بقولك مليوم مبروك صخرة بجد يعني ما شاء الله نمسك الخشب حاجة ما شاء الله تستحق تتمرن في فريق الأول يمكن ماشي كويس والنهار دا بتقدم شهادة ميلادك لكل جمهار النادي الأهل في مبراء ولا أروع ولا أقوى وعملت النهار دا أداء سابط طول التسعين ديئة الحمد لله عن المكسب طبعا أودرناد الأهل احنا الأداء برجالة كنا مركزين الموارش ده في الزات لحنا لازم نكسبوه تعرف احنا الدور الأول كسادنا هناك عند أردهم فهما الدور الثاني كان لازم هما عايزين يعملوا أي نتيجة إيجابية فإحنا الحمد لله استغلنا النقطة بضعفهم الحمد لله وإحنا لعبة مشاء الله رجالة وأنا الحمد لله على الأداء وزميلي طبعا ساعدوني كتير طبعا وإحنا الحمد لله على المكسب وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله وربنا يكرمنا جميعا بإذن الله كده ويكون لنا دور بإذن الله فتر الجاة في الدرجة والله بإذن الله التبريب عن في الأول فارق معك؟ أه طبعا بأخذ شغل درجة أولى وبتمرن مع العباد الأولية الرتمي فوق عالي مش زي حتة طبعا لازم أكون فارق اللي يبصم هنا في الملعب مع فارق 99 لازم أنزل أعمل معهم حاجة لازم أشيلهم المواد الطبيعي أي العب ينزل من فوق لازم يكون الحملة عليه زيادة شوية فأنا الحمد لله على المكسب النهاردة ولداء واشكر لقب الرجالة دولة الله هيا أنا اللوم من اللوم أبروك؟ اللوم 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 متين جينة عندي الحمد لله على المكسب هتطلع من جنيه الوليد ومين تاني وفاخري؟ وفاخري أهلا أقصد خمسمية يا روح الله بارك فيك حبيب